أعيز أقول لكم معلومة حلوة جداً على الظنون أربع مستويات أول حاجة أول افتراضات مش الظنون افتراضات أربع أنواع رقم واحد قطعية قطعية يعني تدرك بالحواس وفيها إجماع عليها يعني مثلاً واحد واقف مسكلي مسدس أنا شايف بعناي واحد مسكلي مسدس وفيه إجماع عنده عايز يئذيني محدش يقولي ما تسقش الظن فيه هيموتني فده بيسموها ظن قطعي افتراض قطعي لما أدركت بالحواس وفيه إجماع من اللي حوالي أن فيه شرها تاني حاجة اسمها غلبة الظن حاجة تدرك بالحواس افتراض يدرك بالحواس لكن ما فيش عليه إجماع زي إيه زي وانا وانت بنتناقش واحتد النقاش بنا قوي قوي فقلت لي كلمة هني كلمة لها معنى إهانة وممكن يبقى فيها معنى مش قاصد إهانة بس غالبا وإحنا بنتخانق لما تطلع كلمة زي دي غالبا تبقى إهانة ممكن واحد يقولي لا ما كانش يقصر ماشي بس غلبة الظن تدرك بالحواس ويغلب الظن شبه إجماع عن ده غلط في بلقسان بيجده افتراض يغلب عليه الظن السيء يبقى عندنا قطعية وعندنا غلبة الظن رقم تلاتة حاجة اسمها ظنية دي مش بتدرك بالحواس تدرك بالتحليل والتفكير وبيأثر فيها ترميز الإنسان اللي قدامك يعني مثلا لو أنت ما أعزمتنيش على فرحك وأنا ما كنتش عازمك على فرحي فأقول إيه أكيد بيردهالي مع أنك أنت ممكن تكون نسيت مش قاصد بس أنا إيه عملا فكر وحلل أنا ما أعزمتوش فهو الطبيعي أنه هيردهالي ويمكن ترميزك لو عندي أن أنت ممكن تكون بترد الحركات دي أحكم عليك حكم زي ده وأوسيء الظن رغم أن أنت نسيت ما خدتش بالك يبقى دي ظنية الرابعة اسمها وهمية افتراضات وهمية يعني كده بدون أي دليل ولا أي حاجة أنا افتردت افتردت زي مثلا إيه زي مثلا واحد مع عربية غالية يبقى أكيد حرامي واحدة مش محجبة يبقى أكيد أخلاقها مش كويسة إنت جبت الكلام ده منين دي افتراضات وهمية واحد بلحية يبقى متشدد ليه كده ليه افتراضات وهمية دي ظن أو ظنية أو وهمية طيب عشان كده ربنا ألجتنب كثيرا من الظن لأن أغلبها لازم تتغاضى عنها إلا القطعية دي بتبقى واضحة قدام الواحد